لماذا تستخدم الجماعات المتطرفة مواقع التواصل الاجتماعي؟ وكيف نحمي أبناءنا من الإرهاب الرقمي؟ أسئلة يجيب عليها المدير التنفيذي للمركز الدوري للتميز لمكافحة التطرف العنيف هداية مقصود كروز ما نحن نلاحظه في الفترة الأخيرة وجود عدد من الهجمات الإلكترونية المختلفة لعدد من المواقع استخدام كثير من الجماعات الإرهابية والمتطرفة حسابات التواصل الاجتماعي المواقع الإلكترونية لتحقيق هدفين رئيسيين الأول هو الترويج لدعايتها المضللة لأفكارهم الهدامة والهدف الثاني هو تجنيد أبناءنا وبناتنا لانخرطوا في هذه الجماعات المتطرفة وحقيقة الأساس في هذا التعامل يجب أن يكون من خلال عامل الوعي وأيضا القدرة على الوقاية مبكرا من خلال إيجاد الأساليب والتصورات والممارسات الجيدة لوضع البنى القانونية والتشريعية لمكافحة الإرهاب الإلكتروني هناك جملة من المبادرات التي يمكن أن نقوم بها في هذا الإطار فنبدأ أولا بدور الأسرة ودورة في توعية النشأ حول خطورة التعامل وفق التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بلا ضوابط بلا عملية قدرة على فلترة المواقع التي يتم رؤيتها أيضا تعزيز مهارات التفكير النقدي والبحث حتى يستطيع أبنائنا وبناتنا وهم يبحثون في الفضاء الإلكتروني الواسع والفسيح أن يتثبتوا من المواقع المضرة ثم يستفيدوا من المواقع ذات الفائدة والقيمة بالنسبة لهم كذلك نحن نؤكد على دور المنظومة التعليمية والمدرسية والاجتماعية في تحقيق مبادئ الوعي